مرحبا بكم في درس اليوم عنوان الخبر الذي سوف نشرحه هو كندا تشرع بيع واستخدام أو استعمال الحشيش يجعله قانونيا سوف نشرح المقالة أول عملية شراء للحشيش حشيش المستخدم بشكل ترفيه كيوز توابير أو صفوف أمد أمد وسط أو بينا أمد 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 يعني الثانية ونصف بتوقيت غرينيج 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 مين تايم غرينيج كاندا كاندا أصبح كانت البلد الثاني بعد اليورقواي الذي يقنن امتلاك واستخدام الحشيش الترفيهي يعني ليس الطبي ترفيهي مثل أمد 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 المروانة الطبية كانت قانونية في البلد منذ ألفين وواحد منذ قانوني لكن ما زالت هناك مخاوف يعني تبقى بما في ذلك بما في ذلك استعداد قوات الشرطة للتعامل مع القيادة تحت تأثير المخطر المخطر يعني ذلك المخطر القيادة المتأثرة أو الضعيفة يعني ضعيف بسبب المخطر دراج دراج امپار جاءت من فعلتو امپار يعني يضعيف يؤثر على ريدنس استعداد تما إرسال المعلومات لخمسة عشر مليون أسرة بخصوص القوانين الجديدة كاملة به عن nations هناك حمالات توعية عامة و هناك حملات تفسير و هناك حملات توعية اليوم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر